هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأوثوزكسية على رأسها قدسة البابا توادروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل وذلك بمناسبة احتفالات عيد الشرطة السبعين وأوضحت الكنيسة في بيان لها أن ما قدمه رجال الشرطة في مثل هذا اليوم من بطولات هو مجرد رمز ونموذج على البذل والتضحية التي يقدمونها دائما فداء للوطن وعربت الكنيسة القبطية في بيانها عن تثمينها لهذه التضحية دعية لها أن يحفظ رجال الشرطة ويحمي مصر وينعم عليها بالأمن والاستقرار